بالله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الثالثة بـ Child Health Care and Illness دكتورة للدكتورة السراء الراشدة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل حسن الإنشاة سهلة اللهم يا حي يا قيوم رحمة الله أستغيث أصلا لنجعلنا كلها و لا تكرنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله، دعنا نبدأ عندنا الـ Child Health Problems تتكلمنا عن اللي هو الـ Preventive & Promotive Care تتكلمنا عن الآن بدنا نتكلم عن Care and Illness Care and Illness أهم أمراض بتصير للأطفال بشكل عام يعني اللي هو أمراض سوء التغذية والـ Infections اللي هو الالتهابات نحكي بشكل عام نعم Nutritional Deficiency أمراض سوء التغذية تقسم إلى قسمين Protein Energy Malnutrition اللي هو بيكون عندك مشكلة بمحتوى البروتين عند الطفل والـ Iron Deficiency Anemia اللي هو بيكون عندك أنيميا ولكن بسبب إيش اللي هو نقص الـ Iron اللي هو فقر الدم بسبب إيش اللي هو نقص الحديد نحكي بمحتوى البروتين نحكي بمحتوى البروتين هذي معلمة تعامل معنها بسبب إيش اللي هو البروتين اللي هو البروتين والـ Infection لأنه إيش اللي هو الآن الطفل لما يكون حالته الغذائية سيئة تمام مناعته بتقل بذلك بصير أسهل الـ Infection فالتفاعل اللي هو بين الـ P-E-M اللي هو مثلا واحد من اللي هو Nutritional Deficiency Diseases مع الـ Infection بيسوي عندك إيش موربديتة للطفل وكمان اللي هو يعني أمراض وإيش death كمان اللي هو ممكن يقتل أو يعني يعني يتوفى الطفل من بسبب نعم نبدأ أول شيء بالبروتين بحيث أنه هذي يعني هي عبارة عن إيش؟ بعض اللي هي التفاعلات اللي بصير لنك في الجسم يعني group of body depletion disorders بحيث أنها بتستهلك كل مخازن الطاقة تبع الجسم تبعت الجسم يعني من مخازن الطاقة تبعت الجسم طبعا هو الفات اللي هو الدهون الدهون بتخزن طاقة عالية للجسم بالجسم مثلا لما يحتاج طاقة بيستهلكها بيستهلكها فالبروتيني ريديو منتوشين بتم استهلاك هذي المخازن الPEM is due to food gap between the intake and the requirement بيكون الPEM بسبب إيش بسبب إيش يعني فجوة بين اللي هو الاشي اللي الطفل بوكله وبوأخذه وبين الاشي المطلوب يوكله ويأخذه مثلا الانتاك في بعض الحالات ممكن ما يكون متوافق مع ال requirements مثلا احنا قلنا ال calories المفروض ياخذها الطفل يعني تقريبا من 1000 ل 100 كالوري بيوم تقريبا هيك شي يعني فالان إذا مثلا الطفل أخذ 600 كالوري بيوم هذو ما بوافق ال record منتبعه فهذا هو السماء بشكل عام اللي هو بشكل عام الان كيف بين عنا اللي هو البروتين فيه شكلين أو اللي هو أخطر شكلين اللي هو الكوش الكور and marasmus marasmus represents simple starvation فالmarasmus نقدر نحكي عن اللي هو simple starvation يعني هو يعني تجويع بسيط مجاعة نحكي the body adapts to a chronic state of insufficient caloric intake فالان الجسم عشان يقدر يعني يستمر يعني يعيش يستمر انه شغال بحاول انه يعني اللي هو يعني to adapt to the chronic state اللي هو للحالة المزمنة من إيش اللي هو the insufficient calorie intake بحيث انه يكون اللي هو السعرات الحالية اللي بأخذها الجسم قليلة والجسم ايش بحاول يعني يقوم بوظائفه بكمية الكالوريز القليلة هذي فبطلع عنا اللي هو اللي هو اللي هو التجويع يعني بحيث انه الجسم مثل ما أخذنا بالباثو بيقوم بيهضم شوية محتويات منه نفسه يعني الخلايا بتقوم بتهضم شوية محتويات منها مشان إيش تقدر تقوم بوظائفها بشكل طبيعي فهذا هو اللي هو body adapts to a chronic state of insufficient calorie intake adapt معناها بتكيف Qture core it's the body response to insufficient protein intake اللي أنا Qture core شو بتختلف على المرسمس ال Qture core بيكون السعرات الحالية المطلوبة موجودة يعني اللي هو بيقول إيش بيقولك usually sufficient calories for energy فالمشكلة ما بتكون بالكالوريز بشكل عام ما بتكون بالسعرات الحالية ولكن المشكلة بتكون بيش المشكلة بال protein intake اللي هو مقدار البروتين اللي بيأخذ الجسم بيكون إيش قليل فلذلك بتكون لنا بتطلع عنا حالة ال Qture core نعم The causes شو هي أسباب ال Qture core أو المرسمس أو protein energy malnutrition بشكل عام أول شيء inadequate intake of protein or calories lack of food فلما ما نوخذ بروتينات أو سعرات الحرية بشكل كافي بترى عنا هو protein energy malnutrition متى ما بيقدر نوخذ في حالة اللي ما يكون عندك أكل يعني lack of food ما يكون عندك أكل مثلا في حالة المجاعة في حالة الفقر ما بيكون عندك الأكل متوافر دائما فلذلك يعني عند الأطفال خاصة مثلاً اللي هو protein energy malnutrition Inadequate breastfeeding في حالات معينة كمان لما الطفل ما يوخذ حاجته من إيش اللي هو من اللي هو الرضاعة الطبيعية فممكن إيش إنه يسبب عنده protein energy malnutrition خاصة إذا إيش الطفل كان صغير بالعمر وما بقدر أصلاً يوكل شغلات ثانية غير اللي هو الحليب Diaryia and malabsorption كمان هذا Diaryia and malabsorption بتقلل من إيش اللي هو أو واحدة من أسباب اللي هو protein energy malnutrition Diaryia اللي هو الإسهال وال malabsorption اللي هو سوء الانتصاص اللي هي الغذاء Infections اللي هو العداوة أو الأمراض اللي ممكن يصير Worms اللي هو بعض الديدان Parasites يعني Measles اللي هو مرض الحسبة وال TB اللي هو ال TB اللي هو اللي هو اللي هو tuberculosis اللي هو مرض السل Contributor factors كمان بعض العوامل الأخرى اللي بتساعد إنه يكون في عندنا شي اسمه Protein energy malnutrition أو واحد بتسبب أسبابه يعني أول شي The poor environmental conditions بتكون اللي هو الحالة البيئية مثلا للطفل بيكون عايش في بيئة فقيرة سيئة إلى آخره Large family size لما تكون اللي هو الحجم العائلة بيكون عندك كبير فطبعا حجم العائلة كبير بيكون كمية الأكل في معظم الحالات مثلا الخاصة إذا كان العائلة فقيرة كمية الأكل للطفل مثلا بتكون أقل The poor maternal health كمان اللي هو صحة الأم السيئة بتجد نحكي اللي هي واحد من الأسباب اللتي يعني يمكن إنها leads to protein energy malnutrition و wrong concepts about nutrition كمان إيش بعض اللي هي ال concepts بعض اللي هي المفاهيم الخاطئة about يعني بما يتعلق بالتغذية تمام؟ فهذه أيضا إيش أمور يعني بتعمل على إيش اللي هو تأجيج أو إيش إنه بتسبب عندنا اللي هو protein energy malnutrition فبلاحظ إنه عنا هذي الصور للأطفال الآن إن شاء الله رح نتكلم عنها بشكل أفضل الآن الفرق بين الكوشالكول والمرسموس لاحظوا الآن ال clinical parameter أول شيء ال age of onset اللي لاحظ إنه الكوشالكول بتكون شائعة الحدوث في الأطفال اللي هو من عمر سنة إلى خمس سنوات أما الممرسموس بتكون شائعة الحدوث بالأطفال اللي هم عمرهم أقل من سنة ولكن اللي هو مفضومين أكثر إشي ال wean infant main nutritional cause low protein intake قلنا الكوشالكور بيكون بسبب اللي هو قلة اللي هو يعني ال protein intake وهذا الممرسموس اللي هو low calorie intake اللي هي السعرات الحرارية body weight ال body weight اللي هو وزن الجسم في الكوشالكور بيكون من 60% إلى 80% تقريبا يعني من وزن الجسم الأصلي أما الممرسموس بيكون عندنا أقل من 60% من وزن الجسم الأصلي ال abdomen اللي هو البطن تبع الطفل خاصة كيف بيكون بالكوشالكور بيكون protruding بيكون يعني هيك ظاهر وناط يعني شوي بس هيك بلاحظة أنه البطن هيك يعني ناط خليحكي بسبب تجمع السوائل اللي بيكون فيه فهذي يعني أمثلة على إيش على كوشالكور هذا الصور أما ال abdomen اللي هو في حالة المرسموس بيكون عندنا sunken بيكون إيش يعني نازل لتحت في هذا الحالي مثلا sunken sunken abdomen نسميه نعم الفيس الوجه تبع الطفل بيكون بالحالة الكوشالكور بيكون عندنا moon face تقريبا وجهه بيكون مدور النفس تقريبا في ذلك سمو أصلا moon face بسبب تجمع السوائل اللي بيكون فيه المرسموس بيكون عندنا old man face بيكون مجاعد بيكون بين العظام فيه مش مثل إيش اللي هو الكوشالكور fat wasting اللي هو استهلاك استهلاك الفات اللي هو استهلاك الدهون في الجسم fat is often retained but not firm في حالة الكوشالكور ما بيكون فيه استهلاك كامل للفات لأنه مثل ما قلنا الكالوريز بتكون يعني sufficient ولكن المشكلة بتكون فيه بروتينات فالدهون في حالة الكوشالكور ما بيتم استهلاكها يعني غالبا ولكن ما بتكون عندنا firm ما بتكون إيش صلبة يعني فيها صلبة بتكون إيش صفت بتكون المارسماس بيكون عندنا severe loss of cutaneous fat بيكون إيش بيكون فيه استهلاك تقريبا شبه كامل لكل اللي هو مخزون الدهن بالجسم فباللاحظ انه مثل ما قلنا هنا يعني هنا اللاحظة الكوشالكور بيكون يعني أطفال عندهم نوعا ما يعني نوع من الدهون يعني تحت الجلد ولكن بحالة اللي هو المارسماس في هذه الحالتين مثلا ما باللاحظ يعني باللاحظ انه محتوى الدهون عندهم قليل جدا نعم اللي هو نسبة الوزن بالنسبة الوزن بالنسبة للطول الوزن بالنسبة للطول بيكون لأنه مثل ما قلنا يمكن يكون اللي هو زيادة الوزن عنده بتكون بسبب اللي هو تجمع السوائل اللي هو اللي هو نسبة الوزن اللي هو الوزن اللي هو الطول بتكون ايش اللي هو لأنه الطفل مثل ما قلنا بيكون بيكون فعلنا سيفير ايبثك يعني ما بتفاعل معاك حتى لو تحاول تلاعبه يعني تحسه ايموشن لسه ما عنده مشاعر تقريبا في حالة المارسماس لأنه يكون الطفل منتهي تعبان سيفير ما بنحدث في عندك اللي هو تغيرات بالهير حدنا نخبر الشعر بحالة المارسماس بحالة الكويتالبور تغيرات بالشعر بيكون عندك سيفير بنلاحظ انه الشعر بيكون بصير بصير يعني تغيرات واضحة يعني بنشوف مثل هذا الصور بنلاحظ ان الشعر إيش صار سلكي صار مجعت بتقدر تزيحه بسهولة ومنلاحظ انه لون الشعر تغير لون الشعر صار رستي صار زي الصدق نعم اما بالنسبة للمرسمس تقريبا ما بكون عندنا ايش اللي هو تغير بالشعر ولكن ممكن يصير عندك ايش اللي هو الهيرلوس يمكن يصير عندك فقدان للشعر الأبيتايت اللي هو الشهية في قوش الكور بتكون بور يعني الطفل ما بكون عنده شهية بحالف القوش الكور ولكن بالنسبة للمرسمس الشهية تبعنا الطفل بتكون مفتوحة فمثلا هذا الحال اللي هو بنحكى عن ايش كوش الكور باللاحظ انه لاحظ كيف الهيرلوس بيكون فيه عنده بريتا الراس كالر بيكون ايش اللي هو اللون الشعر بيكون مجعد وبيكون ايش لونه تقريبا زي لون الصدق لاحظوا كيف اللي هو الابدمين تبع بيكون بروترودينج بسبب اللي هو الإديمة مون فيس بسبب الإديمة وفي عنده ايش نوعا ما يعني كوتين يصفات لاحظوا هنا بحالة المرسمس رينكل سكن يعني بشرة مجعدة هيرلوس بيكون فيه عندنا سيفير مسل ويستينج يعني بكون فيه عندنا ضمور بحالات بالعضلات وإلى آخره فنلاحظ هذا فرق واضح بين حالة الكوش الكور وبين حالة المرسمس كيف ممكن انه احنا نعالج حالة الكوش الكور أو المرسمس أو البروتين نرجي ما يعني يعني أو ما نوترشن أول شي أول شي لازم نحل المشاكل والحالات اللي إيش بتكون خطيرة جدا يعني مثل إيش يعني لازم إيش أنهم يروحوا على المستشفى مشان نقدر اللي هو نعالجهم مثلا في حالات الهايبوثيرميا لما تكون إيش درت حالة الطفل ملخفضة جدا هايبوغليسيميا لما يكون مستوى الجلوكوز في الدم قليل جدا في حالة اللي هو اللي يكون الطفل مريض إنه في حالة تكون الطفل مريض ديهايدريشن لما يكون الطفل مثلا عنده حالة جفاف إلكترولايت إمبالنس طبعا في حالة اللي هو الكوشيكور والمارسمس الإلكترولايتس اللي هي الأيونات بتكون فيها في حالة عدم توازن أنيميا فقر دم لازم تكون إيش لازم تكون إيش لازم يصير إن تصحيح وهذا تصحيح بصير إنه فقط في المستشفى الآن بدك ترجع اللي هو الحالة الغذائية الصحية للطفل كيف هذا الإشي؟ أول شي لازم تحطي الطفل إيش اللي هو دايت معينة يعني أكل معين بيكون إيش من الأكل المتوافر محليا لوكالي أبيرابل فوت إليكسبنسيب الأكل ما يكون غالي جداً سهل للهضم سهل للهضم يعني مقسم تقزيمات معينة حسب اليوم يعني مثلاً ثلاث وجبات باليوم مثلاً وإلى آخره and increase number of feeding gradually to increase the quantity of food وما لازم مثلاً خلص مباشرة إنه إذا توفر عندنا الطعام خلص مباشرة نحط كل الطعام نحط أكثر كمية ممكن للطفل اللي هو مصاب بالمرسمس أو مصاب بالكوستر كور ونقدمها إليه لا ولكن بنقدم الطعام إليه على اللي هو فترات معينة بيعني هو بتدريج بحيث إنه بنكبر إليه كمية الأكل كل مرة على التدريج مشان إيش؟ نتجنب مشاكل أخرى يمكن نسرر للطفل Rehabilitation اللي هو التعافي من هذا الموضوع Practical nutritional training for mothers بحيث إنه الأم بيعلموها كيف ممكن إنها To learn feeding their children back to health under supervision and using local foods فهموا بيعلموا الأمهات كيف إنه اللي هو يعني يتغذي طفلها بشكل سليم بحيث إنه يرجع لحالته الأصلية السليمة تمام؟ بدون يعني مشان إيش يتجنبوا أي مضاعفات يمكن صير وإلى آخره طبعاً وهذا بكون إيش تحت الإشراف الطبي under supervision وباستخدام اللي هو الأطعم المحلية هيك خلصنا من اللي هو Protein energy ما النوترشن نحكي عن Iron deficiency anemia اللي هو فقر الدم بسبب إيش اللي هو فقر الدم بسبب اللي هو اللي هو Iron deficiency بسبب اللي هو نقص الحديد الأتيولوجي اللي هو الأسباب شو اللي بس ليش أصلاً مستخدم عن الأنيمية هذي؟ أول شيء Low intake of iron rich food لما يقل استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد Infection Particularly Parasitic diseases and diarrhea causing agents خاصةً اللي هو في حالة اللي هو الأمراض Infections اللي هو العدوى خلنحكي خاصةً العدوى من اللي هو Parasitic disease من طفوليات و Diarrhea causing agents وبعض اللي هو مثلاً الفاروسات بكتيريا Parasites اللي بتسبب عندنا إسهال وعندنا Pre-maturity P-maturity و P-maturity القصد فيها اللي هو الأطفال اللي بنولده يعني pre-term birth اللي هو الأطفال اللي بنولده قبل ميعادهم فهذول أصلاً بيكون المخازن الحديد عندهم بتكون غير مكتمدة مثلاً بتكون عدتها قليل أقل من اللي هما الأطفال اللي بنولده بموعدهم يعني فيمكن إيش اللي هو يصير عندهم اللي هو iron deficiency anemia لأن كيف ممكن نمنع اللي هو ال iron deficiency anemia أول شيء food containing iron starting by age of 5-6 months يعني من 5-6 months بيصير إيش اللي هو ال iron iron storage اللي موجودة عندنا بالطفل اللي هو مخازن الحديد الموجودة بالطفل في الكبد تم استهلاكها يعني من عند الولادته لحد إيش اللي هو ستة أشهر تقريباً تم استهلاك اللي هو مخازن الحديد فالآن عند ستة أشهر لازم منبلش نياته الطفل إيش اللي هو أطعمة بتحتوي حديد مشان إيش نتجنب اللي هو إنه يصير عندنا iron deficiency anemia بعدين إيش نعطي أو مثلاً نعطي iron fortified formula فمثلاً ممكن نعطي الطفل مثلاً خليب مندعم بالحديد هذا هو ال iron fortified formula iron supplementation for breastfeeding infants at 4 months of age وكان ممكن نعطي حديد بشكل خاص للأطفال اللي هما اللي بعتمدوا على حليب الأم حليب اللي هو الرضاعة الطبيعية في عمر أربعة أشهر نبعد عن استخدام cow milk نبعد عن إعطاء حليب البقر للأطفال قبل اللي هو قبل ما يصير عمرهم سنة إنه أصلاً يعني بكون صعب الهضم عليهم control of parasitic diseases وإنه نتحكم بإنه اللي هو الطفليات يعني ما يتعرض الطفل اللي هو مثلاً أماكن ملوثة شغلات ملوثة مثلاً نشتبه إنها ملوثة بطفليات معينة دام معينة مثلاً نتجنب اللي هو إنه نوصلها للطفل يعني والتريتمنت بيكون من خلال اللي هو iron supplementation يعني هساً تريتمنت الطفل عنده مثلاً شو ممكن نعمل إلو بنعطيه حديد iron supplementation طبعاً لسبب مشان أيضاً كمالاً اللي هو مشان نتجنب اللي هو إعطاء حليب البقر للأطفال إنه هو أصلاً اللي هو cow milk بسبب إيش اللي هو male absorption للحديد بيأثر على إيش اللي هو إمتصاص الحديد عندنا بالجسم نعم infections العدوى هذي كمان من الأسباب اللي هي يعني أحد أهم من الأسباب اللي ممكن نتأدي للأطفال اللي هو الوفاء اللي هو المالاريا About two-thirds of child death are preventable through practical low cost intervention وتقريباً ثلثين ثلثين من حالات الوفاء للأطفال بنقدر نمنعهم من خلال إيش؟ من خلال تدخلات بتكون عملية وإيش؟ practical and low cost يعني ما بتكلف كثير كمان فهذه إيش يعني أمل إلنا إنه منقدر إحنا ننع كثير من حالات وفاءة الأطفال بأشياء بسيطة نفس هذه acute respiratory infections an episode of acute symptoms and signs resulting from infection of any part of the respiratory tract or related structures extending for less than 30 days شو معنى the acute respiratory infections هي عبارة عن بعض اللي هو الأعراض والعلامات اللي بتصير عند اللي هو الشخص أو الأشخاص المعينين نتيجة عدوة لجزء معين من اللي هو من ال respiratory system تمام؟ من ال respiratory tract أو all related structures تمام؟ يعني بتكون مدتها أقل من ثلاثين يوم هذا بنسميه إيش؟ acute respiratory infections طبعاً في عنا اللي هو ال upper respiratory infections في عنا اللي هو ال lower respiratory infections والcut off point اللي هي يعني ال vocal cords اللي هو الحبالة الصوتية هي النقطة الفاصل بين ال upper respiratory tract وال lower respiratory tract حسب كلام الدكتورة ARIs are classified according to the site of infection into acute upper respiratory tract infections these are common cold اللي هو ال acute upper respiratory infections بنحكي عن اللي هو الجهة العليا من اللي هو ال respiratory system الجهاز التنفسي بنحكي عن اللي هو ال common cold اللي هو الرشحة العادية الفارينجايتس اللي هو الاتهاب الفارينجس and otitis media اللي هو التهاب الاذن الوسطى acute lower respiratory infections these are اللي هو 分 epiglottitis اللي هو اعتقد اللي هو الاتهاب السن decomismar Laryngitis اللي هو التهاب الر Lou heircap التهاب اللي هو التهاب التراث برونكايتس التهاب القصب الهوائية برونكيولايتس التهاب القصيبات الهوائية والألفيليولايتس التهاب الحويصلات الهوائية والنيومونيا التهاب الرئيو وطبعاً منلاحظ أنه الأكيوت الـ lower respiratory infections هي أخطر بكثير من الأكيوت الـ upper respiratory infections فتقريباً كل طفل بيكون بمرض بسبب الـ acute respiratory infections تقريباً 4-8 مرات كل سنة يعني كـ average Children with respiratory infections account for a large proportion of patients seen by health workers in the health centers وطبعاً الأطفال اللي بروح على المستشفى بسبب الـ respiratory infections بكون عددهم كبير وبعملوا عننا قسم كبير من اللي هو المرضى اللي بيشوفوهم والدكاثر الموجودين مثلاً أو الـ health workers الموجودين بالـ health centers مثلاً المستشفيات أو المركز الصحية أو إلى آخره فنسبة كبيرة منهم بكون لهم الأطفال اللي جايين بسبب إيش اللي هو respiratory infections الآن شو هي الأسباب اللي ممكن تسبب عند الـ acute respiratory infections أول شيء الـ viral agents الـ viral agents اللي هي المساببات الفيروسية they are responsible for over 90% of cases اللي هو الـ acute upper respiratory infections and a considerable proportion of acute lower respiratory infections فالآن لما نحكي عن الـ viral agents اللي هو 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 الـ acute lower respiratory infections اللي هو الـ التهاب التنفسي اللي هو السفلي the most frequent viral agents اللي هو الـ acute lower respiratory ها lower نتبهوا lower respiratory infections in infants and young children are أول شي اللي هو الـ respiratory sensation virus اللي هي نوع معيّة من الفيروسات أَدينوفيروسات Para-influenza and influenza- A and B-Viruses measles اللي هو الحصبة virus الممبس اللي هو بسوي عنه النكاف أو أبدغيم والجربي measles اللي هو الحصبة الألمانية هذوله ايش الـ respiratory existential وإلى آخره هذوله مساببات فيروسية مسببات فيروسية للـ acute lower respiratory infections bacterial agents include t indeiuses what streptococcal pyogenes هذوله ايش بسبب عند الـ acute respiratory infections بسكل عام أهم سببين أو اللي هو agents two agents فعنا streptococcus pneumonia بسبب عنا التهاب الرئة تمام and hemophilia influenza كمان إيش ممكن تسوو عنا اللي هو اللي هو كمان بعض الالتهابات الرئوية are the commonest causes of pneumonia التهاب الرئة in children فإذا مين هو the commonest bacterial cause of bacterial cause of of pneumonia in children بنقول عنه اللي هو streptococcus pneumonia طيب شو هو the most common cause of pneumonia in children اللي هو viral agent بيقول عنا الhemophilia influenza virus تمام تمام الآن the clinical features شي هي الأعراض اللي الأعراض اللي ممكن تشوفها على الأطفال اللي بكونوا معهم acute respiratory infections fever حمى running nose اللي هو السيلان الأنف cough اللي هو cough اللي هو القحة sore throat اللي هو بكون حلقهم ناشف نوع ما يعني difficult breathing مشكلة بالتنفس اللي هو التنفس بكون لعنهم صعبة شوية and ear problems اللي هو مشاكل بالأذن هذي إيش بحالة morbidity طبعا morbidity مرضية and mortality اللي هو حالات الوفاء the main causes the main causes of A-R-I deaths for children under 5 are pneumonia bronchoneumonia and broncholitis اللي هو broncholitis الآن الأسباب الرئيسية للوفاء بسبب اللي هو الأكيوت رسباروتوري اللي هي ثلاث أمراض معينة اللي هي نيومونيا التهاب الرئوي و bronchoneumonia التهاب الرئوي الخصبات الهوائية والبرونكيولايتس اللي هو إيش ارتهاب القصيبات الهوائية A-R-I's are common in urban areas than in rural هستما نلاحظ أن الأكيوت رسباروتوري انفكشنز تمام اللي هو الالتهابات الجهاز التنفسي بنلاحظ أنها منكون موجودة بالمناطق المدنية أكثر منها بالمناطق الريفية وطبعا هذا الإشي ليش لأن الـ urban areas بيكون فيها تلوث أكثر من المناطق اللي هو الريفية الآن معدلات الوفاة بالدول النامية بتكون مسابق اللي هو acute respiratory infections بتكون أعلى من 20 ل 50 ضعف من إيش اللي هو الدول المتقدمة الآن الـ prevention كيف ممكن نمنع اللي هو acute respiratory infections أول شي الـ immunization اللي هو المطاعيم الـ chemoprophylaxis بحيث أنه نستخدم أدوية مشان نمنع اللي هو مثلا الـ agents بتسبب عنا اللي هو الـ infections فمثلا نقدر نعط الـ penicillin مشان إيش اللي هو نمنع للـ streptococcal infections used in prevention of recurrent streptococcal infections by penicillin It is possible to prevent some viral infections by antiviral agents فمثلا نقدر نعطي بعض الأدوية اللي هو antiviral antiviral drugs مثلا مثلا اللي هو التاميل for influenza هذا دوا بنعطيه ضد الـ influenza مشان إيش يمنع حدوثها مثلا non-specific measures improvement of socio-economic and health status in general control of malnutrition encouraging breastfeeding control of air pollution يعني هذه ما بكون بسبب اللي هو مثلا الطفل بنفسه يعني هذا إيش يعني النقطة الثالثة بيكون أسباب أو هي طرق ليش المكافحة العامة يعني للصحة العامة بشكل عام improvement of socio-economic and health status in general للصحة العامة اللي انت لازم الآن تزيد المستوى الصحي واللي هو المستوى اللي هو socio-economic اللي هو الاقتصادي للمجتمع تمام مشان يقدروا مثلا في حالة إذا كان تحسن socio-economic بيقدر يدور حالهم بشكل أفضل الhealth status بيقل عنهم الحالات acute respiratory infections مثلا كيف نحسن مثلا الhealth status control of malnutrition اللي هو نتحكم بحالات سوء الترضي مثلا لمنح حدوثها encouraging breastfeeding ونصبع نعرف كثيرا طبعا المالنطرشن مرتبط باللي هو morbidity مثل ما قلنا encouraging breastfeeding وكمان انه نشجع على الرضاعة الطبيعية وcontrol of air pollution ونتحكم باللي هو التلوث الهوائي وإلى آخرها من الطرق الأخرى التي ممكن انه نقلل من الأكيوت رسبرات 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 هوم كير الآن شو المطلوب من الأهل إذا كان طفلهم مثلا مصاب بأكيوت رسبرات 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 شو الآن اللي مطلوب انهم سوو بالبيت أول شي أول شي لازم الطفل يظل دافي continue breastfeeding and feeding the child لازم نكمل بإطعام الطفل وإذا كان الطفل رضيع نستمر بالرضاعة تبعته وبعد ما يطيب بنزيد مثلا من الفيدن يعني تبعت الطفل to clear the nose if it interferes with feeding نظف الأنف تبع الطفل من المخاط مثلا إذا كان ادخل عندك مثلا في الطفل بوكل طبعا هذا في حالة البكتيري لما يكون عندك الطفل مثلا مصاب بإلتهاب بكتيري بتعطيه أنتبيوتك طبعا بدوز معينة طبعا الدكتور هو المحددها لمدة خمس أيام اللي هو واحد من الحلول الشعبية بس صحية يعني اللي هو الدكتور هي التبخيرة ولكن تبخيرة في البيت يعني أعتقد في ناس منكوا عملها اللي هو بتخفف اللي هو من القحة بشكل عام اللي هي التبخيرة to watch for danger signs إذا كان الطفل مثلا نحذر الطفل مثلا إذا الفيفر رأيها تروح من عنده مثلا اللي هو الحمى بطل مش رايح من عنده إذا الطفل مثلا تعرض لتغيب مثلا كومة إذا الطفل صارع لك حالات حالات نوبات من الصرع وإلى آخر هي مثلا فهيك لازم نأيش يعني ننتبه مثل هيك علامات الآن نحكي عن اللي هو موضوع الإسهال دايريا 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 تقريبا تقريبا نحكي إخراج الفضلات من ثلاث إلى أربع مرات باليوم بحيث أن الفضلات تبعتها تكون لوس نوعا ما سائلة أكثر سيولة من العادة أو بيصير هو الشخص يعني يخرج أكثر من اللازم أكثر من الطبيعي باليوم فالآن نحن 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 وهو صحيح إنه نحن ولكن اللي هو الأكثر أهمية إلنا اللي هو ال كونسيستنسي شو هي يعني اللي هو كيفية تبعت الستول هل هو مثلا صلب هل هو مثلا سائل وإلى آخر هذا يهمنا أكثر دياريا هو عرض عادة ما بيكون عبارة عرض عن عدوى معينة بتكون موجودة بالأمعاء الفيروسات هي أكثر أكثر الأسماب شيوعا اللي بتسبب عنا إيش الاسهال للأطفال اللي عمرهم أقل من خمس سنوات موس موس فيروس موس كمون فيروس اللي هو مين الفيروس اللي بيعمل هادي اللي هو الاسهال أكثر شي اللي هو الروتا فيروس روتا فيروس وأنواع أخرى من الفيروسات مثل نورو و الادينو الفيروس هذول كمان بيأدن عنا اللي هو الضيرية فإن البكتيريا الباثجن بعيدا عن الفيروس فإننا باكتيريا الباثجن اللي هو الاتهابات البكتيرية مثل كامبيلوباكتر جيجيناي يرزينا سالمونيلا شكل باثجينيك ايكولاي أو كليستيريديم ديفيسيل وهذه كلاتها يعني ديفيسيل وهذه كلاتها يعني أخذناها بالمايكرو طفيليات فإذن أول شي عندنا اللي هو الفيروس بعدين البكتيريا الباثجن اللي هو الاتهابات البكتيرية للأمعاء بعدين اللي هو الطفيليات اللي بتسكن الأمعاء مثلا وهي بتكون عندنا 5% من حالات اللي هو الضيرية عند الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات مثل اللامبلة الكريبتو بسبوريديا انتبيبه هستيليتيكا وإلى آخر دائرة 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 يعني هذه معلومة مخيفة لما تحكي اللي هو الإسهال أو الدائرة اللي هو متعلقة بالإسهال يعني بسبب عندنا إسهال هو ثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاء عند الأطفال لعمرهم أقل من 5 سنوات وطبعا هذا إشي منطقي لأنه الآن الإسهال نحن نفقد كثير من السوائل تمام بحالة الإسهال والأطفال كمية السوائل بالجسم عندهم أكثر من هو يعني السوائل بتكون كمية أكبر من الجسم تقريبا 70% أو حتى 75% يعني من جسمهم بتكون من سوائل فإذا فإذا فقدوا سوائل يعني بيؤدي عندهم لدي هيدريشن جفاف والجفاف يعني بسووا مصيب بالجسم فلذلك وخاصة اللي هو بالدول اللي هي ذات الدخلة المنخفض الأطفال يعني بصير فيهم من ثلاث حالات تقريبا يعني بشكل معدل ثلاث حالات من اللي هو الإسهال كل سنة فكل ما يصير إسهال عند الطفل مثل ما قلنا بيفقد يعني إشياء كثير بيفقد سوائل بيفقد مثلا بيفقد بيفقد بيتمينات وإلى آخره فهذه الأمور يعني الفيتمينات والبروتينات وهذه الأمور اللي نفقدها بالإسهال مهم جدا للنمو فالإسهال هو أحد أهم من الأسباب للماللترشن اللي هو سوء التغذية والأطفال اللي أصلا عندهم سوء التغذية يعني احتمالية أنهم يصير عندهم مرض ثاني أو يمرض مرض يعني بسبب الدايرية بتكون أكثر يعني بالدوم لأقل من 14 يوم تقريبا الأفريج اللي هو 7 أيام اسموه فقط فركزوا على الجملة هذه نعم مثل ما قال عن الدكتور محمد أبو لباد هي التعناية خنحكي يعني باللغة العامية فهي عبارة عن إسهال يعني داخل الإسهال بيكون في عندك بلاحظ أنه في دم موجود بالإسهال فالديسنتري بيكون في عندك الدايرية يعني بستول وبيكون في أنوريكسيا اللي هو إعدام شهية وبيكون في عنا فقدان سريع للوزن وأيضا كمان بيكون عنا بصير أذى للغشاء المخاطل للإنتستاين بكتيريا اللي تكلمنا عنها مثلا في المايكرو مثل هو أعتقد أحد نواع الإيكولاي أعتقد بسبب يمكن سبب عندنا ديزنتري في عندنا persistent ديارية ديارية that begins acutely but is usually of long duration more than 14 days إذا يعني حالة من الإسان اللي بتدوم أكثر من 14 يوم it may begin either as watery ديارية or dizentery with risk of dehydration فيمكن إنا تبلش watery يعني ما يكون فيها بلد أو dizentery حيث يكون فيها بلد مع خطر اللي هو dehydration الجفاف الآن الpersistent ديارية الآن في فرق بين persistent وال chronic diarrhea which is recount يعني دائمة الحدوث or long lasting اللي هي بتطول كثير due to non infectious causes تمام لأسباب إيش مش يعني ما بتعلق بعدوى ما بتعلق بأيجن معين chronic diarrhea such as food sensitivity فمثلا بعض الناس اللي مثلا يمكن يكون عندهم حساسين من الحليب مثلا فنم يشربوا حليم مثلا بيؤدي الإسهال عندهم or metabolic disorders اللي هو بعض الناس اللي بيكون عندهم إيش اللي هو مشاكل بالأيض ما بيقدر يهضموا بشارات معينة فبيؤدي هذا عندهم ل chronic diarrhea نعم prevention كيف نقدر ننع اللي هو الضيارية access to safe drinking water لازم إنه نصل يعني إنه نوفر مياه آمنة للشرب تمام صالح للشرب ما تكون مروثة used of improved sanitation نرفع مستوى اللي هو التعقيمي نحكي hand washing with soap نغسل أدينا كويس بالماء والصابون exclusive breastfeeding for the first six months of life ليش وطبعا هذه تكلمنا عنها لأنه المناعة الطفل بتزيد كثير بسبب الرضاعة الطبيعية good personal and food hygiene بحيث أنه يكون عندنا نظافة شخصية ويكون أيضا الأكل اللي بنوكله كمان نظيف فهذا ما بكون في أي pathogen ممكن سبب إلنا اللي هو الدائرية health education and how about infections spread لازم نزيد الوعي الصحي لدى الناس ونعلمهم كيف ممكن اللي هو الأمراض هذه تنتقل نعم الروتافيروس مطعوم ضد الروتافيروس والميزلز الميزيز اللي هو مطعوم كمان ضد الحسبة is a very cost effective measure for reducing diarrhea morbidity and mortality فالحسبة أيضا مطعوم الحسبة هو أحد اللي هو الـ effective measures اللي هو يعني الإجراءات اللي very cost effective يعني غير مكلفة ماديا يعني بتخفع علينا إن شاء الله كثير من المستقبل ماديا نحكي أو اقتصاديا مشان بتقلل هو الدايارية فإذا قلل الدايارية بيقلل morbidity والمورتاريتي المخصصة للدايارية ميزلز باكسين given at the recommended age can prevent up to 25% of diarrhea associated deaths in children under 5 years of age فلما نعطي اللي هو الباكسين تمام الميزلز بموعد اللي هو المطوبة أو المنصوح به يعني recommended age هذا الاشي بقدر يعني يمنع عنا تقريبا 25% من حالات الوفاء المرتبطة بالاسهال للأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات treatment كيف الآن احنا اتكلمنا عن prevention اللي هو كيف نقدر نمنع حدوثه الآن treatment الآن عندك طفل صار بدايارية كيف بدك الآن اتعالجه أول شي من خلال هذه عبارة أن تكون محالية اللي بيكون فيها أملاح معينة يعني بنحلها مثل ما نبين بالصورة بنحلها بمية تمام لأنه طبعا الدايرية بتسوي عندنا إيش اللي هو جفاف تمام فمشان نعوذ اللي هو الأملاح مثلا والمعادن والسوائل اللي والسوائل اللي هي اللي خسرناها بحالة الدايرية تمام بنعطي اللي هو الأورال لها تكون عنها من غلوكوز تقريبا 2% غلوكوز تكون والباقي بكون عنا أملاح معينة مثل الأملاح أخرى يعني طبعا الغلوكوز مشان إيش اللي هو يزيد من بحالة الدايرية تسبب عندك جفاف لازم مباشرة نعطيه نرجع له الفلويد تمام من خلال إيش اللي هو الـ IV fluids The four rules of home treatment are لازم give extra fluid لازم نكثر من كمية السوائل اللي نعطيها للطفل give zinc supplements كمان نعطيه أطعم غني بالزنك continue feeding كمان نستمر بإطعامه لأنه بعض العيلات مثل ما قلنا بالمحاضر الأولى بعض العيلات إذا شافوا الطفل بيكون عندهم مثلا بيكون عنده دايرية بمنوع عنه الأكل وهذا إشي غلط جدا لأنه بيزيد عندك من حالة المال نوترشن اللي بتصير بالطفل return immediately if the child develops danger signs مثل ما قلنا danger signs بضل coma convulsions وإذا آخر رح نحن نحن عن آخر شي drinks poorly إذا الطفل بشرب بشكل قليل أقل من لازم or has blood in stool لهو بحال dysentery مثلا لازم نرجع للمركز الصحي أو المستشفى مشان يشوف شي مشكلة الطفل ونعالجها integrated management of childhood illness هذا هو برنامج استراتيجيات معينة تم وضعه من قبل المنظمة الصحة العالمية والunicef تمام known as integrated management of childhood illness مشان نقدر نتعامل مع الأمراض الطفولة مثل diarhea مثل protein energy وإلى آخر The strategy includes preventive and curative interventions دخلات علاجية curative ومانعة لحدوث الأمراض which aim to improve practices both in the health facilities and at home which aim to improve لتحسن من نوعية الخدمات الموجودة بالhealth facilities كمان وبالمنزل why is IMCI better than single condition approaches أولا children brought for medical treatment in the developing world are often suffering from more than one condition فإذا IMCI هذه بتقيم حالة الطفل لأكثر من حالة تمام يعني ممكن أن الطفل يجيك ليس لمرض واحد مثلا عدة أمراض يكون فيه فنستخدم IMCI بيكون أفضل مشان نقدر نعالجه الطفل a single diagnosis may not be possible or appropriate مثل ما قلنا بيكون الطفل عنده أمراض كثير مثلا مثلا يكون diarrhea و acute respiratory infections وإلخ إلخ تمام ف a single diagnosis اللي هو تشخيص واحد لمرض معين واحد بيكون غلط في هذه الحالة treatment may need combined therapy for several conditions وفي هذه الحالة إذا كان عنا أكثر من مرض أو أكثر من عرض يعني فإحنا بنطلب يعني طبعا أكثر من العلاج لهذا الموضوع ف IMCI بتغطي هذه الأمور كاملة looking to the child as a whole فهي بتشوف الطفل وبتفحصه به هذه الاستراتيجيات يعني مشان إيش اللي هو تعتنب الطفل يعني اللي هو multi-approach multi-condition approach نعم diseases covered by IMCI شي هي يعني اللي هي الأمراض اللي تم تغطيتها من قبل IMCI الاستراتيجية تبعتها عندنا diarial diseases malaria measles الحسبة والما النترشن اللي هو سوء التغذية age groups covered by IMCI IMCI guidelines recommend case management procedures based on two age categories فال IMCI الخدمات تبعتها هذا والاستراتيجية تبعتها بتكون الأطفال اللي عمرهم أقل من شهرين يعني كقسم لحالهم والأطفال اللي عمرهم أكب من شهرين لخمس سنوات بقسم لحالهم معين طبعا لأنه بختلفوا فيما بيناتهم يعني بشهرات كثير فلذلك إيش قسموها لقسمهم بشهرات كثير بشهرات كثير بشهرات كثير الآن كيف بنقدر إيش نصنف الـ 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 اللي هو مرض هذ الطفل على اللي هو IMCI بشهرات كثير بشهرات كثير بشهرات كثير بشهرات كثير اللي هو color coded اللي هو رسمة معينة بيكون فيها إيش اللي هو هذ هي الرسمة بنحك عنها بتبين كل لون معين تبين إلا إيش اللي هو حالة معين تصنيف معين لأمراض الأطفال مثلا اللون الزهري ببين أنه هذا تصنيف خطير جدا يعني الطفل لازم يراجع المستشفى بأقرب وقت أو اللي هو مركز صحيب أقرب وقت هذا مثلا هو باللون الأصفر أقل الخطورة واللون الأخضر هو الأقل الخطورة بيكون هذا اللي هو بالهوم منجمنت يعني بنقدر بنعمله بالدار بنك إندكيتس أرجنت هسبيتال ريفرال أو ردمشن ف بالبينك لازم إيش كان الـ اللي هو مرض الطفل الـ مصنف عبله إنه بنك لازم يرجع مباشرة على المستشفى و يدخل في المستشفى ويتم معاجزة هذا المرض لأن المرض بيكون جاد جدا يلو يعني بيكون اللي هو الطفل ما بظل يعني قاعد في المستشفى خاصة يعني بيخذ الإعلاج تبعه وبطلع أم اللي هو يمكن يبات في المستشفى إن آه هذا ما الذكر أخذناه بالإنجليزية يعني آه إذا كان معك المرضة تبع الطفل مصنف عبناء إذا كان الطفل لا يحتاجه أن يصل للمستشفى وأنه يزيد الكائر إلو بالهوم يزيد الكائر إلو بالهوم فإذاً نصبه قلنا لازم ننتبه لهو فهذه إشارة خطرة لازم إيش ننتبه إلها نقيم اللي هو الأعراض الأساسية مثلا القحة هل هي حادة ولا قحة عادية دايرية الإسهال هل هو الإسهال مثلا ولا أكيوت ولا إلى آخره في فار الحمى بتطول إير بروبلمز نفس الموضوع السيس كمان نقدر لازم نقيم النيترشن تغذية الطفل كيف إيميونيزايشن ستيتاس هل هو اللي يعني ما أخذ المطاعم تبعته ولا لا إذا في عنده مشاكل بالأكل مثلا الطعام تبع الطفل هذي إيش لازم نعرفها مشان نقدر إيش نصنف حالة الطفل حسب إذا كان بينك بينك إذا كان عندك بينك وإذا كان عندك اللي هو يلو وإذا كان عندك غريب فشو بقولك هنا check for other problems classify the condition of the child and assign to one of the three color codes فبعد ما نشوف اللي هو الأمور هذي مثلا إذا كان عندك danger signs كثير لا أهضم باشرة خاص منروح على urgent referral مثلا إذا كان عندك مين symptoms مثلا بنلاحظة لها مثلا أكثر عرضة مثلا يعني حادة شوية من اللي هو out patient treatment يعني بنسويها بالمستشفى يعني خلص بأخذ العاج تجمعه وبروح ما ببات فيه يعني أما إذا كان اللي هو يعني مش مش جدية الأعراض يعني ما بنكون فيه يعني دين جرساجة مش جدية أخلص هذا فهم management يعني يعني هيك عناية عناية في البيت يعني أكثر شيء وهك إن شاء الله بنكون خلصنا موضوع child health للدكتورة إسراء الرواشدة إن شاء الله بنكون يعني أفدناك بأفضل قاتل ممكن إعذروننا على التكسير وأي خطأ يعني صدر منا وأي خطأ صدر منا هذا يكون من الشيطان وأي توفيق فهو فهم من الشيطاء وأي توفيق هو من الله طبعا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته